السلام عليكم ومرحبا بكم يا أغلى مشاهدي فيديو جديد ونهار جديد وكيف ما كتشوفوا في بداية الفيديو هاد الفيديو نادر وحصري وهاد الفيديو تصور غير نهار ثلاث للأميرة للا سلمة وهي كتجول في شوارع مدينة أصيلة مؤخرا وعلى صفحة سوفيا البحيري وأيضا العديد من الصحافات الرسمية الأهمهم هيس بريس ظهر هذا الفيديو للأميرة المحبوبة محبوبة الملايين وهي كتجول في شوارع أصيلة وبالضبط نهار ثلاث هاد الفيديو ظهر بعد غياب أكتر من سنتين للأميرة الرائعة جميلة الجميلات الأميرة للا سلمة مباشرة بعد ظهور هاد الفيديو اللي دخل واحد البهجة كبيرة على قلوب الشعب المغربي وأيضا على محبي الأميرة المحبوبة دائما محبوبة الملايين وخلي الشعب المغربي يعيش واحد العرس كبير وفرحة ماليها أمثيل وهاد الفيديو فهو بمثابة حد قاطع وصيف قاطع الأعداء الوطن اللي يام نصفه العديد من الإشاعات اللي تارت حول عدم ظهور الأميرة خلال هاد السنتين اللي مرت والأميرة للا سلمة أثناء ظهورها بمدينة أصيلة حرست على مبادلة المارة اللي صادفت الوجود ديالهم في الجولة ديالها في مدينة أصيلة والبتسامة ما كتحيتش وما كتفارقش لمحية الجميل ديالها وعقب جولتها في أحد المطاعم الشهيرة اللي كتطلع للشاطئ تناولت فيها ووجبت الغداء بمعية مرافقيها ظهور الأميرة ينفي الإشاعات وهي بخير والأخير تأمن واستقرار مع الأسرة العلوية وهذا الشي رهت دائما خوتي أخواتي كنت نخليه لكم في الفيديو وكن نقول لكم بأن الأميرة هي اختفت على الأنظار أو توارث على الأنظار لظروف ديالها هي حرة سبا للوقت اللي بغات وتظهر الوقت اللي بغات وبالنسبة لأعداء الوطن فكن نقول لهم كفاكم من الأكاذيب والحكايات اللي ما عندها التأساس من الصحة صراحة هاد الفيديو اختخل واحد الفرحة كبيرة على قلوبنا كاملين ونتمنى ونشوفوا الأميرة ديالنا فيديوات جديدة أكيد وفي ظهور جديد أكيد لأن الكل مشاق أنه يشوفها ويشاهدها وبدوري كنتشكر صفحة صوفيا البحيري اللي دائما كتقدم لنا الأخبار الحصرية عن أميرات وأمراء القصر العلوي واللي أنا من المتابعين ديالها ومن الفان ديالها لأنها دائما كتعرض علينا فقط غير الأخبار الزوينا والأخبار اللي كتدخل الفرحة على قلوب المغاربة أخوتي وأخواتي أنا عاود نخلي لكم لا فيديو لأن نفغي